تنتظر السلطة التشريعية بغرفتها النواب الشورى في الفصل التشريعي الخامس الذي سينطلق خلال الأيام القادمة تحديات كبيرة وملفات تتطلب تضافرا لمختلف الجهود لتحقيق الخير والازدهار لمملكة البحر ملفات اجتماعية واقتصادية وأخرى سياسية بالغة الأهمية تنتظر السلطة التشريعية للعمل على مواجهتها والحد من تأثيراتها باستخدام قوة لا تعلو عليها قوة في دولة المؤسسات والقانون وهي التشريعات على عاتق السلطة بغرفتها النواب والشورى مسئولية وطنية كبيرة لرسم ملامح المستقبل وتحديد الأولويات وممارسة المهام التشريعية والرقابية بكل كفاءة لكل ما فيه الخير للمملكة وشعبها ويحتل الجانب الاقتصادي أولوية كبرى لعمل السلطة التشريعية في الفترة القادمة لمواكبة محاور رؤية البحرين الاقتصادية 2030 المستندة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على تنفيذ برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين وبالنظر إلى ما يمر به العالم من تطورات اقتصادية استثنائية تتمثل في انخفاض أسعار النفط والتجاذبات المستمرة بين قطبي الاقتصاد العالمي الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتي قد تلقي بظلالها على اقتصاديات دول المنطقة فإن المهمة لن تكون سهلة بالنسبة للسلطة التشريعية أما على الجانب السياسي فإن الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها بعض دول المنطقة واستمرار التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية والعمل على زعزعة أمنها واستقرارها وخصوصا سياسات النظامين الإيراني والقطري العدائية تفرض على السلطة التشريعية واقعا متسارع التغيرات يتطلب تعاملا حازما وعلى قدر المسئولية لحماية المجتمع البحريني من خطر التدخلات الخارجية في شؤونه وتحصين المجتمع من ظاهرة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والعنف وأخيرا فإن الجانب الاجتماعي لا يقل أهمية عن الجوانب الأخرى والذي يتطلب وقفة جادة من السلطة التشريعية للنهوض بالمجتمع ومواكبة التطورات والتكنولوجيا الحديثة التي تعتبر سلاحا ذا حدين لا يجب إخفال تأثيراته السلبية على المجتمع إضافة إلى نشر الوعي المجتمعي بكل ما هو إيجابي ويساهم في ارتقاء المجتمع في مختلف المجالات ملفات حساسة وذات أهمية بالغة تنتظر السلطة التشريعية بغرفتيها في الفصل التشريعي الخامس الذي ينطلق خلال الأيام القادمة ملفات تتطلب تضافرا لمختلف الجهود وتعاونا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق الخير والازدهار لمملكة البحرين